أعلن الإطار عن تفاصيل اجتماعية الذي عقده بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي وبحث خلاله عددا من القضايا السياسية والأمنية فيما شكل لجنة تفاوضية للحوار مع القوى السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية الإطار في بيان الله أوضح أن الاجتماع ضم محورين الأول استضاف خلاله الكاظمي لبحث ملف الأمن والسيادة العراقية فضلا عن التحديات التي تشهدها البلاد في مجال الحرب على الإرهاب أما المحور الثاني فخصص لمناقشة الحوارات الجارية ما بين القوى السياسية لاستكمال الاستعدادات المتعلقة بالاستحقاقات الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة